اشتركوا في القناة او الارتفاعات التي رأيناها مبررة وهل نتوقع المزيد بالتأكيد هي مبررة يعني مثل ما ذكرتي هناك عوامل عديدة اضافة لما ذكرتي هي نسبة الالتزام من داخل اوبك ومن خارج اوبك التي تجاوزت المئة والمئة وعشرين بالمئة في بعض الاحيان بالتالي ذلك يعني ان هناك سعي حسيس لتقليص الفجوة بالمعروض النفطي التي كانت هناك نوعا من المعروض النفطي يزيد عن الطلب بشكل واضح الآن بدأ تقليص هذه الفجوة بشكل فعلي ونوعا من الستدامة او استدامة هذا التقليص وبالتالي ذلك ساعد في اعادة تسعير النفط فوق مستوياته العادلة او الفيرباليو عند ال55 الى 60 دولار لالبرميل كنا تحدثنا عن هذه المستويات عندما كان النفط عند 30 دولار كان الحديث على انه هو لا يعكس حقيقة توازن للسعر النفطي انما لانه المعروض كان اتبر بكثير من الطلب بوقت ايضا هناك تراجع في الطلب الان كل من الطلب يتحسن والمعروض النفطي يتم تحديده وتحجيمه من خلال الاتفاق الموجود حاليا هذا ما يحتاجه سعر النفط للوصول الى مستويات ال60 وال65 دولار للبرميل نحن نتحدث عن WTI في هذه الحالة وبالتالي برينت ممكن يجاوز مستويات ال70 دولار للبرميل دائما معدلة بما يتعلق باسعار النفط انه كل ما ترتفع الاسعار الحفرات او النفط الصخري يعني ممكن زيادة الانتاج خاصة انه تكلفة الانتاج تراجعت في الفترة الماضية هذا بحد اكيد من اي مكاسب اضافية على الاسعار كان حديث مسبق سمعناه على وسائل الاعلام من خلال العربية كمان الحديث عن انه امكانية الحديث مع الجانب الامريكي فيما يتعلق بالنفط الصخري وادخاله في نوع من الاتفاق هذا السعر اللي نحن عم نشوفه يخدم كل الاطراف سواء منتجي النفط التقليديين وايضا منتجي الصخري فيما يتعلق بتحسين مستوى اسعار النفط وتحقيق الاستقرار عند هذه المستويات الى حد ما كان الحديث عنه سوف يكون هناك منتجي النفط التقليدي سوف يجلسون مع الولايات المتحدة الامريكية ومع المنتجين داخل الولايات المتحدة الامريكية ممكن ان يدخلوا الى نوع من الاتفاق طبعا هذه البوادر شكلت نوع من التفاؤل بان هناك اجتماع في كلمة المنتجي النفط اجمالا الى مقابل انه دفع اسعار نفط لاعادة التوازن فوق مستويات الـ 55 دولار لبرميل ذلك عندما كان النفط يعاني بمستويات 42 دولار لبرميل كان هذا التدخل المباشر بتقليص وتمديد الاتفاق للمرة الاولى وظهور نسب الالتزام الكبيرة من قبل دول أوبك وخارج أوبك راعد دعنا ننتقل الى العملات لنبدأ مع الباوند اين ترى اتجاه العملة بعد قيام بنك انجلترا مؤخرا برفع اسعار الفائدة لأول مرة منذ عشرة عوام صحيح كانت لأول مرة ولكن مع هذا الرفع كان هناك الحديث عن انه هي مرة واحدة وفقط انما هو ملزم ومجبر البنك المركزي البريطاني لرفع اسعار الفائدة وذلك لتفادي خروج التضخم عن السيطرة لكن هل هذا الرفع هو بنعكاس على تحسن اقتصادي او اداء اقتصادي ايجابي لا تزال القراءات جدا مختلطة من المملكة المتحدة ولا يزال هناك مشوار صعب للخروج من الاتحاد الاوروبي وبالتالي الامل حول الباوند ان يبقى في وطيرة ارتفاع في الفترة الحالية هذا صعب جدا ممكن انه يبقى تحت الضغط بالاتجاه المنخفض نتيجة ان الصعوبات لا تزال قائمة والبيبلاين الخاص بالتحديات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي لم ينتهي بعد مع اي متغيرات في الاجتماعات والمفاوضات التي تجري بشكل مستمر بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي ممكن ان يكون هناك ضغط سلبي على الباوند وهبوط الى ما دون مستويات الـ 31-30 امام الدولار الامريكي فيما يتعلق بالدولار تقاعد ويليام دادلي بمنتصف العام المقبل ماذا يعني ذلك للسياسة النقدية وهو بالطبع عضو في الفيدرالي يعني شوكنا بنحكي دادلي فيشر وجانت يالين جميعهم يعني في حالة خروج نوعا ما للأصوات الأصيلة أو القديمة التي كانت موجودة داخل الفيدرالي الأمريكي والتي تمكنت من معاصرة أكثر من طور للاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي بلا شك يعني قد لا يكون له تأثير بتسبب تذبذب كبير في أداء الأسواق أو في أداء الدولار الأمريكي على وجهها التحديد خصوصا أنه باول اللي هو الرئيس القادم للفيدرالي الأمريكي من المتوقع بشكل كبير أن يبكى على السياسة النقدية كما هي والاقتصاد الأمريكي كسياسة نقدية أدى ما عليه حاليا وفي مرحلة تخارج وتشديد شكرا لك رائد الخضر رئيس قسم الأب اشتركوا في القناة